رئيس والوزراء يعلن عن فتح تدريجيا لبعض قطاعات الدولة اعتبارا من السبت المقبل شكري يؤكد أن مصر لن تتوانع عن اتخاذ كل إجراء يمنع سيطرة الميليشيات على ليبيا وجونسون يعلن أن بريطانيا ستعيد فتح قطاع السياحة اعتبارا من الرابع من يوليو المقبل الثالثة عصرنا الوحدة بتوقيت جريناتش نشرة اخبارية تأتيكم من القاهرة مرحبا بكم في البداية نرجو من جميع المصريين اخذ الاجراءات الاحترازية ضد فارس كورونا احمي اهلك احمي بلدك وبداية هذه النشرة مع زميلتي نانسي نور شكرا لك دعاء ونبدأ مع حضرتكم هذه النشرة حيث أعلن رئيس والوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتجاه الدولة اعتبارا من يوم السبت المقبل للفتح التدريجي لبعض القطاعات في ضوء الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستقند وخلال مؤتمر صحفي اعلن مدبولي اعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية اعتبارا من يوم السبت المقبل مع استمرار غلق الحضائق والمتنزهات والشواطئ العامة واستمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليلة اعتبارا من يوم السبت القادم اللي هو يوم 27 يونيو هنبدأ هذه الاجراءات كلها في التطبيق اعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية الخاصة وطبعا النوادي الرياضية والمراكز الشباب بالفعل معالي وزير الشباب اعلن عن خطة التعامل معاه ولكن هنبدأ الفتح فيما يخص المطاعم والمقاهي اعتبارا من يوم السبت القادم مع السماح فقط بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية وبالتالي اصحاب هذه المنشآت المفروض اذا كانت المنشآة على سبيل المثال كانت المفروض انها تستوعب 100 يبقى حنسمح بان يبقى بيستقبلوا 25 فقط عميل او زبون في المرحلة الاولى وده احنا بنتحرك تدريجيا وزي يمكن ما عملنا في الفنادق فتحنا الاول 25% والنهاردة وصلنا 50% من الاشغال في الفنادق نفس الشيء احنا بنبدأ النهاردة في المطاعم والمقاهي بعدد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية عشان نقيم الوضع ونسمح بعودة النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت وبشدد مرة اخرى على ان احنا هنبدأ ب25% ونقيم الوضع ونشوف اذا ربنا كرمنا ونجحنا والموضوع ماشي بصورة جيدة هنزيد تدريجيا نسب اشغال هذه المنشآت اللي هي المطاعم والمقاهي اعلن رئيس الوزراء فتح دور العبادة اعتبارا من السبت المقبل لاداء الشعائر اليومية مع تعليق صلوات الجمع وقدسات الاحد تم التوافق على ما يلي فيما يخص دور العبادة ان برضو اعتبارا من يوم السبت القادم حيتم فتح دور العبادة لاداء الشعائر اليومية وانا هنا بكلم مثلا على اداء الصلوات اليومية المختلفة ولكن سنستمر في تعليق الصلوات الرئيسية الإسبوعية هذا وشدد مدبولي على أن الحكومة نجحت في مواجهة مشكلة نقص الأدوية التي نتجت عن التكالب عليها مؤكدا أن هذه الظاهرة ستختفي خلال الأيام القادمة أنا عايز أأكد لحضراتكم أننا من نهاردة فيه تنسيق كامل والمواد الخام بتاعة الأدوية موجودة والأدوية النهاردة كل الشركات شغالة على مدار 24 ساعة وإن شاء الله بإذن الله في خلال الأسبوع القادم ستختفي هذه الظاهرة بالكامل وحيبقى كل المستلزمات والأدوية موجودة ومتاحة في كل الصيدليات مرة أخرى أنا أأكد أرجو من السادة المواطنين عدم التكالب على الشراء الأدوية موجودة ومتوفرة وحتى توفر بأكثر من الكميات التي حضركم متاحة النهاردة في خلال الأيام القليلة القادمة وجه رئيس الوزراء الشكر مجددا للأطقم الطبية على جهدهم الرائع في التعامل مع أزمة فيروس كورونا أأكد على كل الشكر والتقدير للأطقم الطبية كلها اللي بيعملوا جهد هائل واستثنائي في التعامل مع هذه الأزمة وأعتقد ده طبعا يعني دور مقدس ليهم بيقوموا بيه في هذه المرحلة شديدة الاستثنائية اللي بيمر بيها الوطن وزي ما بنقدم لهم الشكر اسمحولي برضو يعني أن احنا كنا بنلاقي للأسف في بعض المحافظات والأماكن أن هناك تغيب وعدم انتظام من الأطقم في بعض الأماكن وده اللي كان للأسف أدى بصورة أو بأخرى إلى حدوث يعني تفاقم للإصابات أو حالات للوفيات نتيجة لأن ما كانش فيه انتظام للأطقم الطبية للقيام بعملها وعشان كده يمكن يعني احنا كنا حرسين كل الحرس بتوجيه السادة المحافظين ووزارة الصحة وكل الأجهزة أن تعمل كل الإجراءات عشان نضمن انتظام عمل كل الأطقم الطبية نوفر لهم كل المستدزمات الخاصة بيهم اشتركوا في القناة 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 اعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمية هذا واطمأن وزير التعليم من السادة رؤساء الجامعات على الاستعدادات الخاصة بالجامعات لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020 على أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد اعتبارا من الأول من يوليو لعام 2020 هذا وقرر المجلس مدى العام الجامعي لهذا العام إلى الخامس عشر من سبتمبر القادم هذا ويستمر مكتب التنسيق لهذا العام في تلقي طلبات تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعدلة للثانوية العامة من تلك الدول لحين ظهور نتائج الانتحانات بالنسبة لهم في موعد أقصى 30 من نوفمبر لعام 2020 أكد وزير الخارجي سامح شكري على عدم تواني مصر عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وخلال مشاركته في الدورة غير العادية لمجلس جماعة الدول العربي والذي عقد بطلب من نصر عبر تقنية الفيديو كونفرنس جدد شكري التأكيد على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية وشدد على اهتمام مصر البالغ بإنجاح كافة مصارات برلين السياسية والاقصادية كما أكد على دعم مصر بقوة لهذا المصار بالتنسيق مع جهود الأمم المتحدة ومحذرة من تبعات موصلة التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية لدعم الجماعات الإرهابية والميليشيات وسياساتها التخريبية عبر نقل المرتزق الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا اشتركوا في القناة طلب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية هذا وحضر البيان الختامي للاجتماع من مغبة الاستمرار في العمل العسكري في ليبيا لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة من جهة أخرى رحب وزراء الخارجية العرب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا داعين الأطراف الليبية والدولية للتعاطي بإيجابية معها وأكدوا على أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار هذا ورفض الوزراء العرب كافة الددخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك للقوانين الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية سفير أحمد أبو الغيط رفض أي مخططات محلية كانت أو أجنبية لتقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ وإحداث شرخ دائم في النسيج المجتمعي الليبي وخلال كلمتي في الاجتماع الطارئ الوزراء الخارجية العرب أدن أبو الغيط كافة أشكال تدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا كما شدد على رفض المطلق لأي حلول عسكرية للوضع الليبي طلب أبو الغيط بوقف إطلاق النار في ليبيا وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد وتفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة التي تعمل كلها خارج سلطة الدولة والحيلولة دون استمرار التدخلات العسكرية الأجنبية التي لا تهدف إلا لتحقيق أطماع ومصالح القائمين عليها ومرحبا في الوقت ذاته بإعلان القهرة لاستئناف الحوار السياسي الجاد بين الأشقاء الليبيين اشتركوا في القناة 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 كما تم التأكيد على الدفع بالمسارات والمبادرات والجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في الداخل الليبيا اتام الرئيس الفرنسي مانوال ماكرون تركيا بلاعب دور خطير في ليبيا وخلال المؤتمر الصحفي مع رئيس التونسي قيس سعيد في باريس طلب مكرون بواقف التدخلات الخارجية وتصرفات أحادية الجانب في الأزمة الليبية كما وصف مخاوف مصر من التواغل التركي بالمشروع في ظل إجماع دولي على أهمية تحقيق السلام في ليبيا ومنع تحولها إلى مستنقع للإرهاب وتكرار السيناريو السوري تواصل تركيا خرق كل التزاماتها وتعهداتها وإفشال جهود الحل السياسي للأزمة الليبية الرئيس الفرنسي مانوال ماكرون وجه عبارات تنديد قوية بالدور التركي في ليبيا وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد أن تركيا تلعب دورا خطيرا في ليبيا ومتناقدا مع كل التزاماتها في مؤتمر برلين قلت بوضوح كبير للرئيس إردوغان أنا أعتبر اليوم أن تركيا تلعب في ليبيا لعبة خطيرة وتنتهك كل التزاماتها بمجابي مؤتمر برلين وأشار ماكرون إلى أن المخاوف المصرية من التدخل التركي في ليبيا مشروعة وأن أوروبا لن تقبله على الإطلاق نحن لن نقبل وأقول هذا بكل وضوح لن نقبل اليوم الدور الذي تلعبه تركيا في ليبيا أنا لا أريد بعد سنة أو سنتين أن ألاحظ أن ليبيا أصبحت مثل سوريا اليوم وأعتبر أن هذه مسؤوليتنا تجاه الدول المجاورة لليبيا تونس ومصر ولحظت القلق المشروع للرئيس السيسي عندما يرى قوات انتصلوا إلى حدوده وأفكر أيضا بتشاد وبالنيجر ولكني أعتبر أن هذا موضوع متوسط يعنينا وفي بروكسل اعتبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بورل اعتبر التحركات التركية في ليبيا بأنها استخدام للغة القوة مشيرا إلى أن أنقرة أرسلت سبعة آلاف من الجنود والأسلحة لتصعيد الصراع هذه التطورات تأتي في وقت نشرت فيه صحيفة تاجست سايتونج الألمانية تقرير فريق الأمم المتحدة المعني بمراجعة تنفيذ قرار حظر توريد السلاح والذي رصد خرق سفينتين حربيتين تركيتين للقرار ونقل سفن حاويات تركية لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي ومدرعات إلى ترابلس عبر دعم ميليشيات غير شرعية بالسلاح والمرتزقة تتعمد تركيا التصعيد في ليبيا في محاولة للوصول إلى منابع النفط والغاز الليبي ونهب ثروات الليبيين واصطرف دين دولي واضح لهذا الدور التركي الخطير أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والأراء المتشددة تابع لدار الإفتاء المصري الفتوى التي أصدرها مفتي جماعة الإخوان المعزول في ليبيا الصادق الغرياني بتكفير أعضاء الجيش الوطني الليبي واستباحة دمائهم وأغذي غنائمهم ومعاملتهم معاملة التتار والمغول وفاد المرصد أن المفتي المعزول بث فتوى عبر إحدى القنوات من داخل الأراضي التركية تأتي هذه الفتوى في ضوء الحرب الإعلامية التي تشنها تركيا ضد الجيش الوطني الليبي من أجل تدعيم الميليشيات التابعة لها وكسلاح تركيا لاستباحة الدماء الليبية مؤكدا أن فتاوى الغرياني تأتي دائما لتأجيج الوضع السياسي في ليبيا قالت وزارة الخارجية الروسية أن تقرير الأمم المتحدة بشأن وجود عسكري روسي في ليبيا استند إلى مصادر محل شك ومعلومات غير دقيقة وطلبات بالتحقيق فيه فيما دعا وزير الخارجية روسي سورجي لفراب إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وأشار إلى أن الأطراف الخارجية يجب أن توفر الأحوال المواتية لحوار شامل بين الأطراف المتصرعة في ليبيا كما أكد على عدم وجود حل عسكري لصراع الدائر رحبت مصر بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عن استجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب الوقف الشامل لإطلاق النار والتصعيد في اليمن ولعقد اجتماعا بالمملكة للمضي قذما في تنفيذ اتفاق الرياض وفي بيان النقل الخارجية ثمنت مصر على الجهود الحثيثة للأشقاء في السعودية الداعمة لليمن وأشعبه الشقيق معربة عن ثقتها في أن تؤدي تلك الجهود إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة مؤكدة على دعم مصر لكافة الجهود التي تهدف لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن وتضمن وحدته وسلامة أراضي وترفع المعاناة عن الشعب اليمنية أرابت مصر عن إدانتها الشديدة لقيم الحثيين بسهدف المناطق السكنية والمدنيين بمدينتين جران وجيزان بسعودية وذلك عبر إطلاق عدد من الطائرات المفخخة بدون طيار وعدد من الصوريخ الباليستية والتي تم اعتراضها وإسقاطها جميعا مقبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أكدت وزارة الخارجية على تضامن مصر الكامل حكومة وشعبا وعلى وقوفها مع حكومة وشعب السعودية الشقيقة في موجهة أي محاولة لسهداف أمنها واستقرارها ودعم مصر المملكة في كل ما تتخذ من إجراءات في موجهة الإرهاب الغشم من جهته أعلن تحالف العربي في اليمن اعتراض عدد من الطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية التي أطلقتها قوات الحوثي بالتجاه السعودية وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا باليستيا كان موجها إلى الرياض وثماني طائرات مفخخة بدون طيار وثلاثة صواريخ باليستية تم إطلاقهم باتجاه منطقتين نجران وجيزان أعلن وزير الخارجية السورية وليد المعلم في مؤتمر صحفيا الهدف الحقيقي من فرض الولايات المتحدة قانون قيصر على دمشق هو فتح الباب لعودة الإرهاب كما كان في 2011 ومؤكدا التزام الحكومة بالمصاري السياسي لحل الأزمة السورية شدد المعلم على رفض أي تدخل خارجي بعمل اللجنة الدستورية هو أشعر إلى دعم بلاده لمبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية أن الطيران الفرنسي نفذ ضربات جوية استهدفت مواقع لداعش في محافظة صلاح الدين وذكرت خلية الإعلام الأمنية أن الضربات الجوية جاءت وفقا لمعلومات استخباراتية وبأمر من قيادة العمليات المشتركة وذلك ضمن المرحلة الثالثة من عمليات أبطال العراق هذا وأطلقت سلطات العراقية المرحلة الثالثة للعمليات لتطهير مناطق بمحافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالا وسمراء وكاربوكا أكد وزير الصحة السعودية أن الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من خمسة وستين عاما ولا يعانون من أي أمراض مزمنة أوضح وزير الصحة أن الحجاج سيخضعون لفقوص كورونا قبل الحج وبعد الحج سيخضعون لحجر صحي لمدة أربعة عشر يوما وشدد على وضع خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام من جنبه قال وزير الحج والعمر السعودي إن المملكة لديها خطط تنفيذية استثنائية لحج هذا العام وشاري لنعداد الحجاج هذا العام قد لا تتجاوز العشرة ألاف أعلنت الإمارات عن تسجيل ثلاثمائة وثمانين حالة إصابة جزدة بفايروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة ليبلغ مجموع الحالات المصابة المسجلة خمسة واربعين ألف وستمائة وثلاثة وثمانين حالة هذا أعلنت وزارة وصحة الإماراتية وفاة مصابين اثنين نتيجة تدعيات الإصابة بفايروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات في الدولة ثلاثمائة وخمس حالات على سلطانة عمان عن تسجيل ألف وثلاثمائة وثمان عشر إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالوباء في البلاد اثنين وثلاثين ألف وثلاثمائة واربعة وتسعين وقالت وزارة الصحة بسلطانة عمان إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بالوباء في البلاد ليستقر عدد الوفيات عند مائة واربعين توقعت شركة الأدوية الفرنسية سانوفيا الحصول على الموافقة على لقاح محتمل مضاد لفايروس كورونا يجرى تطويره مع شركة جلاسكو سمث البريطانية وقالت الشركة إن اللقاح سيكون متاحا في نصف الأول من عام 2021 مشيرة إلى أن لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى مليار جرعة سنويا من لقاحها المذكورة وسيكون بإمكانها توريد ما يصل إلى ثلاثمائة وستين مليون جرعة منه سنويا وفقت الصين على بدء تجريب لقاح محتمل لفايروس كورونا على البشر وحصل اللقاح المحتمل على شهادة من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية لبدء التجارب السريرية يجرب باحثون وشركة الصين ستة لقاحات مضادة لكورونا على البشر وهناك أكثر من 12 لقاح مضاد للفايروس في مراحل مختلفة من التجارب السريرية حول العالم ولم يتجاوز أي منها المرحلة الثالثة المتأخرة والكبيرة من التجارب السريرية وهي خطوة ضرورية قبل دخول اللقاح لسوق الاستهلاكية أعلنت ألمانيا للمرة الأولى إعادة فرض الحجر على مستوى محلية بسبب فيروس كورونا وقال رئيس وزراء مقاطعة شمال الرعين أن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد ظهور بؤرة إصابة في مصنع للحوم بإحدى المناطق بالمقاطعة موضح أن البؤرة تم اكتشاف بها أكثر من 1500 إصابة قال رئيس معهد روبرد كوخ للأمراض المعدية أنه متفائل للغاية بشأن تجنب الألمان الموجة الثانية من عدو فيروس كورونا أعرب عن تفائله بحقيقة أن المواطنين في ألمانيا يعرفون قواعد التباعد الاجتماعي نفيا حدوث أي تغيرات كبيرة في الأوضاع الفترة القادمة في ألمانيا أو مستويات العدوى ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين أحمد السيد الكاتب الصحفي أستاذ أحمد بعد التحية نتحدث عن الأحوال في ألمانيا وتحديدا فيما يتعلق بكورونا نتحدث عن إعادة فرض الحجر الصحي على مستوى محلي ومع ذلك رئيس معهد روبرد كوخ متفائل بأن ألمانيا لن تدخل في المرحلة الثانية من كورونا تعليقك نعم صحيح التلاف ده ولكن نحن في حالة طبعا في انتباه كامل وليس هزول قطورة ولكن في انتباه كامل لهذا الموضوع وحضرتك شرط في التقرير بأن في 1500 ولكن العدد ارتفع حتى الآن 1700 وطبعا هو المشفوك فيهم 7000 عامل دول بيعملوا في المسلح أو مصدع اللحوم وطبعا دول كلهم معظمهم مرد رومانيا ومن بلغاريا يعني بالدول الشرقية المجاورة للحدود الألمانية وللأسف الكبير هذا يعني صاحب هذا المصنع من أغنى أغنياء ألبانيا وأكبر مصنع ليه طبعا تلخ اللحوم وتمحي اللحوم وتصنعها وتغلقها وتعبلكها وتوجعها على السوبر بركات اللي هي اللي تكون بيسموها اللي هي الرخيصة وطبعا طبعا راجل له طبعا مصانع أخرى وقد أقفل صباح يوم قبل في الساعات مصنع له طبعا في ولاية باباريا في مدينة بامبير وده مصنع كبير جدا يعمل فيه أكثر من 1500 نعم إذن هذه الإصابات نتيجة لنشاط المصنع أم هناك إجراءات احترازية لا يتخذها هذا المصنع أم ماذا أم أن هناك عودة بالفعل لكورونا مرة أخرى بشكل نعم نعم أول حاجة نعم في كلنا وكل الناس بتعرف في العالم كله بأن هذا الفيروس بيأتي على الرطوبة بيأتي على الجو البارد جدا فهذا المصنع درجة حرارته لا بد لا تزيد عن من 7 إلى 10 درجات مئوية فطبعا الفيروس موجود داخل المصانع وهي دين بيشتفل بدون أي جوانتات بدون أي طبعا وقاية للوجه وكلهم بيقعدوا منتصقين ببعض حتى في فترة الراحة بتاعثهم في الكافتريات بتاعثهم منتصقين ببعض يعني الصور دي طبعا معملة وطبعا فيه كارثة فيه كارثة جميلة جدا الجيش موجود هناك الشرطة موجودة هناك اتفاع الماجر موجود المدرية الصحية علماء الفيروسات والعدوى موجودين حتى الآن 24 ساعة حالة استنفار في هذه البلد والبلد الأخرى ودي بلد كثيرة جدا جدا عدد تعداد سكانها تقريبا 50 ألف نسمة على حوالي تقريبا حوالي 50 ألف تيلوم متر مربع يعني بحوالي 560 نسمة على تيلوم متر مربع وطبعا جميع المدار والفيلة وجميع المحلات وده طبعا شيء طبعا كسارة جدا على البلد ولكن سيحاكف هذا صحب المصنع وبالنسبة لألمانيا طبعا اتخذت القرارات ده محافظة الأوركي بالتقرير بأن فعلا فيه قرارات تستخدم من دهاردة ومنها مدينة بلين قد أقرضت غرامات على الذين لا طبعا يقوبوا بتغطية أوجهم طبعا بالاختمامات وطبعا غرامة كبيرة جدا في أمان نعم أستاذ أحمد أسايد الكاتب الصحفي من برلين شكرا جزيلا لك قال رئيس الأوزراء البريطانية بوريس جونسون إن بلاده ستعيد فتح قطع السياحة اعتبارا من الرابع من يوليو المقبل وكشف جونسون عن خطته للسماح بإعادة فتح المطاعم والمتاحف في أحدث تخفيف لإجراءات الإغلاق التي تهدف إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا ومن المقرر أن تدخل هذه القرارات حيزة تنفيذ في الرابع من يوليو القادم وستضغوط شديدة لتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي التي تلزم الأفراد بالحفاظ على مسافة مترين داخل الأماكن المغلقة عبر الهاتف المزيد من المتابعة من لندن ينضم إلينا سيد محسن حسني المحلل السياسي أستاذ محسن أرحب بك معنا في هذه النشرة أهلا وسهلا بكم ورساة المشاهدين إذن بريطانيا تعاود فتح أنحائها مرة أخرى ليس فقط في الداخل البريطاني ولكن أيضا في الخارج نعم يعني بريطانيا كما تعرفين بدأت بخصة من خمس مراحل نحن الآن في بريطانيا في المرحلة الرابعة بدأت بالمرحلة الخامسة وكان شعارها يعني ابقى في المنزل أو فيهم وبعد فترة من يعني التحسن التدريجي دخلت الخطة للمرحلة الرابعة وهي تيقلل أو كن على حرار يعني معناها أقرب ولكن التزم بالإجراءات والتعليمات لرمان السلامة الشخصية والسلامة من حولك والآن تتعز البلاد لدخول المرحلة الثالثة الرابع من يوليو المقبل وهي مرحلة تطبيق أكبر للقيود على سبيل المثال مذافة المترين تباعد اجتماعي أعيد النظر فيها وقالت الحكومة أنها مترا واحدا كافيا أيضا بالنسبة للعودة المقاهي ودور العبادة ومحال تطبيق الشعر وغيرها ذلك سيعاد كل ذلك فتح من جديد ولكن بالالتزام بقيود معينة وهذا هو شرط يعني الحصمة وإلا ستحدث انفكاسة جديدة ويعاد الإغلاق والالتزام أكثر طرامة من ذي قبل طيب سيد محسن بالحديث الآن على إعادة فتح قطاع السياحة في الداخل البريطاني في الرابع من يوليو القادم بالتأكيد هذا الإجراء أيضا سيصاحبه عدد من الإجراءات الاحترازية هل كشفت عنها الحكومة البريطانية حتى هذه الساعة؟ بالتأكيد يعني عودة السياحة هو الحدث الأساسي منها يعني إنعاش الإقتصاد البريطاني والقطاع السياحة كما تعرفين هو قطاع مهم جدا للإقتصاد البريطاني فلندن على سبيل المثال مدينة تحظى باستمام الملايين حول العالم بالتأكيد 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 وبالتالي هناك خيوط ودعت ويجب على الكل الانتزام بها لضمان عدم عودة انتشار أو تفاشي الوباء مرة أخرى سيكم استمرار غلق الشواطئ العامة والحضائق ومرقبة التطور تمهيدا بإعادة مضحها طريبة ولكن حتى الآن هي التي تزال مغلق أنا بشكرك شكرا جزيلا أن كنت ضيفي عبر الهاتف من لندن سيد محسن حسني المحلل السياسي شكرا جزيلا لك سجلت الولايات المتحدة 425 حالة وفاء إضافية بفاروس كورونا لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية 120 ألف وفاء أظهرت بينات جماعة جونز هوبكنز أن عدد المصابين بالفاروس في الولايات المتحدة وصل إلى مليونين و300 ألف مصاب بينما تم إعلانه 640 ألف منهم وذكرت الجماعة أن ولايتي نيويورك ونيجيرسي نجحتها في السيطرة على الوباء الذي انتقل باتجاه الشمال الشرقي والغرب والجنوب وباتت فشى بوثيرة متسارعة في نحو 20 ولاية أبرزها فلاريدا قفزت الإصابة المسجلة بفاروس كورونا في البرازيل إلى مليون ومئة ألف حالة بعد تسجيل 21 ألف واربعمائة واثنتين وثلاثين إصابة جديدة خلال يوم واحد وذكرت وزارة وصحة البرازيلية أنها سجلت 654 حالة وفاء جديدة ليبلغ الإجمالي 51 ألف ومائتين وإحدى وسبعين حالة بذلك تحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفاروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت روسيا عن تسجيل 7425 حالة إصابة جديدة بفاروس كورونا مما يرفع من عدد الحالات في البلاد إلى ما يقرب من 600 ألف حالة لتكون ثالث أكبر حصيلة في العالم وقالت قوة العمل المكلفة بمواجهة فاروس كورونا في روسيا إن 153 شخصا توفوا في الـ 24 ساعة الماضية مما يرفع من العدد الرسمي لحالات الوفاء إلى 8359 شخصا في البلاد منذ تفشي الوباء أعلن عمدة موسكو أن المرحلة الثالثة من رفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بدأت اليوم هذا أضح عمدة موسكو أن المقاهي والمطاعم ستستأنف العمل مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر من التوقف وستفتح أبواب الصلاة الرياضية والمسابح والمجمعات الرياضية أبوابها كما ستتمكن المكتبات والمدارس التمهيدية من العمل مرة أخرى أعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 14.933 إصابة جديدة بفاروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 440.215 حالة ووضحت الصحة الهندية أنه تم تسجيل 312 حالة وفاة مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 14.011 حالة منذ بدء تفاشي فيروس كورونا في الهند كما أشارت في الوقت ذاته إلى أن عدد حالة التعافي من الفيروس بلغت 248.189 من جانبها أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية تسجيل 46 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد بينها 30 حالة وافدة من الخارج مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12.484 حالة هذا وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن من بين المصابين الجدد 16 حالة لبحارة في سفينة ترفع علم روسيا كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي حالة الوفاة بالوباء في البلاد إلى 281 حالة أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الثلاثة عن تسجيل 4570 إصابة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا المستجد خلال الساعة الـ 24 الماضية وبذلك يرتفع إجمالي ونصابين في المكسيك إلى 185.122 حالة أشرت الصحة المكسيكية إلى أنه تم تسجيل 759 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفاة إلى 22.584 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 121 حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا خلال ساعات 24 ماضية هذا وأعلنت الصحة الإيرانية عن تسجيل 2445 إصابة جديدة بالفايروس في مؤشر على استقرار واتيرة الوباء هناك بذلك ترتفع حصيلة المصابين جراء الفايروس إلى 209.970 إصابة فيما سجلت حالات الوفاة 9863 حالة حمل أحمد داود أغلو رئيس حزب المستقبل التركي المعارض حمل أردغان مسؤولية الفساد الذي تعاني منه تركيا بعدما أدى السياساته إلى عجز غير مسبوق بالموازنة ومن جات أخرى خرج المحامون في مسيرات للتنديد بتعديلات حزب أردغان على قوانين انتخابات النقابات كبار رجال أردغان يستمرون في كشف فساده وممارسته الدكتاتورية فبعد موجة انشقاقات ضربت الحزب الحاكم تنكشف الملفات السرية التي حارص أردغان على كتمها طيلة سنوات الماضية رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أغلو واصل انتقاداته لأردغان متهما إيا بالفساد في العديد من الملفات ومنها إجراء المناقصات والتخبط في إدارة الاقتصاد فضلا عن تدهور الحريات وتراجع الديمقراطية في البلاد داود أغلو رئيس حزب المستقبل المعارض أكد في حديث تلفزيوني لقناة القرار التركية إن سياسات أردغان خسفت بالموازنة بعد إهداره 16 مليار دولار بدون الرقابة كما أكد أن حكومات حزب أردغان سيطرت على المناقصات طيلة سنوات الماضية وأنه رفض ذلك خلال وجوده داخل الحزب مما أدى إلى الانقلاب عليه من الداخل وفي الأثناء يستعد حزب الديمقراطية والبناء الذي يقوده عن باباجان لإنهاء الخطوة الأخيرة التي ستخول حزبه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا منتصف عام 2023 إن لم تتجهي البلاد نحو الانتخابات المبكرة قبل موعدها المحدد مهدد الحزب أردغان الذي انشق عنه العام الماضي بهزيمة صاحقة وأكد باباجان الذي كان يشغل منصب لائب رئيس الوزراء أن حزبه الجديد يواصل فتح مكاتبه في مختلف الولايات التزاما بقانون الانتخابات وفي الشارع التركي تستمر حالة الغضب تجاه القرارات الفردية للنظام التركي حيث نظم مئات المحامين احتجاجات ضد مشروع قانون طرحه الحزب الحاكم للتحق في انتخابات نقابة المحامين بهدف السيطرة على المنتقدين للنظام وأكد بيان للنقابة أن تغييرات أردغان على القانون ستؤدي إلى السيطرة على النقابات في البلاد بأكملها وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وتجر القضاء إلى الفوضى والانهيار وفي المقابل قمعت الشرطة المسيرات بوضع متاريس على الطرق الرئيسية وأظهرت صور عناصر من الشرطة أثناء منعهم المحتجين من التقدم إلى وسط العاصمة أنقرة بينما وصف المحامون ما حدث بأنه يوم أسود في تاريخ تركيا وصلت المحكمة التركية إصدار أحكام بالسجن لمدة طويلة بحق المعارضين لأردغان ففي هذا الإطار أصدرت محكمة تركية قرارا يقضي بسجن المعارضة الكردية سارا كايا المحتجزة منذ الثالث عشر من يناير من عام 2017 لمدة ستة عشر عاما بذريعة الانتماء لجماعة إرهابية وسوء استخدام السلطة والحض على الكراهية والعنف هذا واعتقلت سلطات أردغان ثلاثة وتسعين من الرؤساء المشتركين لبلديات كردية فازوا في الانتخابات ما قبل الأخيرة التي شهدتها البلاد عام 2014 وذلك بعد عزل ثلاثة وثمانين منهم أنذاك وتعين كلا أعوضا عنهم من قبل وزارة الداخلية التركية اشتركوا في القناة أكد رئيس الوزراء مصطفى بدبولي أهمية المضي قدما في جهود إصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة وخلال الاجتماع الذي عقده مع عدد من المسؤولين لمتابعة تطورات هذا الملف شدد مدبولي على ضرورة استغلال الوقت المتبقي قبل إتمام الانتقال للعاصمة الإدارية من أجل الانتهاء من دمج وإصلاح هياكل أكبر عدد ممكن من الجهات والائئات والمؤسسات التابعة للوزارات حتى يسهم ذلك في تعظيم الاستفادة من عملية الانتقال للعاصمة الإدارية بما تتضمنه من تطبيق آليات متطورة لأداء الأعمال تحت رعاية رئيس الجمهورية اطلقت وزارة الداخلية لمرحلة 13 من مبادرة كلنا واحد اعتبارا من 25 من الشهر الجاري وحتى 10 من يوليو القادم جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وذلك من خلال التنسيق مع كبرى الشركات وأصحاب السلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية لتوفير السرع المختلفة بأسعار مخفضة وجودة عالية عن مثلاتها بالأسواق تفقدت وزيرة الصح والسكانة دكتورة هلزايد مستشفى أم المصريين العام يرافقها لواء أحمد راشد محافظ الجيزة وذلك في إطار متابعة سير العمل بمبادرة الرئيس لمتابعة وعلاج أصحاب الأمراض المزمنة أوضح دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزيرة تفقدت مسارات الاستقبال المخصصة لكل من المرضى المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس وشددت على ضرورة حصول المرضى على الإرشادات الخاصة بالعزل المنزلي ضمن حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية بمحافظة الشرقية وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود فعاليات المبادرة الرئيسية بمدينة الزقازيق حيث أوضح أن المبادرة الرئاسية تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر 18 عاماً فأكثر وتأتي استكمالاً للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن تم تنصيق وعقد اجتماع موسع مع السادة مدير المستشفىات ومدير الإدارات بعد الاجتماع بساعة مباشرة وتم وضع الأليات للتنفيذ وبدأنا مبرح بالفعل تنفيذ ده من أول منشأة أبو عمر وصان حسانية مروراً بقى بكل المستشفيات لحد ما نخرج من محافظة الشرقية وإحنا معادينا على بلبيس أعلقة مديرية أشؤون الصحية بالإسكندرية عن بدء أعمالي حملة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة ضمن مبادرة الرئاسية 100 مليون صحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تشارك مديرية الصحة بالإسكندرية في الحملة من خلال 20 وحدة مختلفة لاستقبال الحالات بينها 17 موقعاً ثابت بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية وثلاثة نقاط عيادات متنقلة وستقوم المشاركة في الحملة بالكشف وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وتجديدها وصرف علاجها في لمدة ثلاثة شهور مجاناً احنا جئنا لأهلنا هنا عشان احنا عارفين طبعاً أن المستشفيات دلوقتي بقت بتتحول لكورونا اللي هو الكوفيد فطبعاً خايفين على أهلنا والناس الكبار جئنا لهم هنا اللي هم محدود الدخل عشان نكشف عليهم ونكتشف اللي عنده أمراض نسمنة وبنصرف لهم علاج مجاني العيان هنا محدود الدخل أو اللي ما عندوش تأمين بيجي لنا هنا لو ما عندوش قرار نفق الدولة احنا بنعمله الاستمارة بتاعته بنبعثها مصر وبنجيب له قرار نفق الدولة عقدت اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لتناول قضية سد مهضة الاثيوبية صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية سامح شكري أكد في كلمته خلال الاجتماع على ما تمر به قضية سد مهضة الاثيوبي من مرحلة في غاية الدقة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الاثيوبية المتعنتة وهو ما قامت مصر في ضوءه بالتحرك إلى مجلس الأمن لاختاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات بحسن نية والامتناع عن أي إجراءات أحدية هذا وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري استعرض ما شهدته جاولات التفاوض الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق مشكورا وبحضور المراقبين الدوليين من تعثر واضح نتيجة لتصلب مواقف الجانب الاثيوبي حول العديد من النقاط القانونية والفنية الجوهرية والتي عددها الوزير لإطلاع الوزراء العرب على تفاصيلها وكذلك تمسك اثيوبيا بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل مما يمثل انتهاكا صريحا لإلتزامات اثيوبيا القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في الثالث والعشرين من مارس لعام 2015 والذي نص في مدته الخامسة على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق على الملء والتشغيل كما ألزم اثيوبيا في مدته الثالثة بعدم إحداث ضرر جاسيم لدولتي المصب في هذا الإطار أكد الوزير شكري في كلمته على مناشدة مصر كل الدول العربية الشقيقة على دعم تحركاتها في هذا الملف الحيوي الذي يؤثر على مقدرات أكثر من 150 مليون مواطن يعيشون على ضفاف نهر النيل في كل من مصر والسودان وصلنا لختم هذه النشرة وهذه تذكرة بأبرز العنوين رئيس الوزراء يعلن عن فتح تدريجي لبعض قطاعات الدولة اعتبارا من السفت المقبل شكري يؤكد أن مصر لن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء يمنع سيطرة الميليشيات على ليبيا جونسون يعلن أن بريطانيا ستعيد فتح قطاع السياحة اعتبارا من الرابع من يوليو المقبل إذن مشاهدين بذلك نكون وصلنا إلى ختم هذه النشرة للمزيد من الأخبار تابعونا دائما على موقعنا الإخباري extranews.tv إلى اللقاء